في ظل استمرار المواجهات في الجهتين الشمالية والغربية من مديرية قاطبة ومع بداية العام الدراسي اليديد كرمت بعض المدارس القريبة من خطوط التماس أوائل الطلاب للعام الماضي بهدف تشجيعهم والرفع من معنوياتهم رغم وجود العناء والحرب في الجهة الشمالية بين المقاومة الشعبية مع الانقلابيين إلا أننا نعيش اليوم هذا فرحة وابتهاج في تكريم الأوائل في المدرسة رغم وجود العلم ورغم وجود الحرب على مقربة من مناطق المواجهات أقامت مدرسة المجد بقرية الجرب وبالتعاون مع الأهالي حفلا تكريميا للطلاب والطالبات في خطوة لدعمهم وحثهم على التعليم في ظل الحرب التي كادت أن تحرمهم حقهم في التعليم أشكر مدرسة المجد وأشكر أبي على كل شيء قدمها لي وشجعني في حينما يزال دور الجهات الرسمية غائبا في أغلب مدارس الظالة وخاصة القريبة من مناطق المواجهات وحسب القائمين فإن أغلب الأنشطة والمستلزمات الضرورية يتم تقديمها من قبل الأهالي دعما منهم حتى لا تتوقف العملية التعليمية وحفاظا على أبنائهم من الضياع والتشرد محمد موريسي قناة بلقيس محافظة الظالة